بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلابنا العزاء كيف حالكم؟ إن شاء الله داما بخير درسنا لهذا اليوم هو عن منهج لغة الإنجليزية للصف الأول المتوسط شرح وحل كتاب الكراسة فقط يونت 5 لسن 8 الفصل الخامس الدرس الثامن موجود فقط بالكراسة الصفحة 64 بيج 64 شكرا الله ثم شكرا لكم دعمكم وتجيعكم ودعواتكم الحلوة والتعليقاتكم الحلوة ودعواتكم الطيبة والتحفيزكم وتعليقاتكم الحلوة ودعواتكم الطيبة والتحفيزكم ومشاركاتكم وتعليقات الحلوة المحافزة المشجعة وشكر خاص لدي علق بكثير من 50-60 من التعليق في سبيل لدعم القناة ووصل الفيديو لأكبر على الممكن شكر خاص لطلابنا الأبطال اللي داي يقرون من الصدق وداي ينجحون داي يتفوقون ودي يفتخرون ودي يفعون راسنا لأن هم طلابنا الأبطال ويا رب الكل ده تستفاد شاركوا لكي تعمل فائدة ويستفد الجميع زكاة العلم نشرة والدال على الخير كفاء لها هاي ملزمتنا الذكية اللي يريد يحصل على نسخة يتواصلوا يدار الأعرجي ملازم المرشد رحي أرقامهم حتى تشوفوها اللي يريد هو يتواصل وياهم واللي يريد خدمة التوصيل يجو هانوان هنا هاي ما خدمة التوصيل يجو الحد باب البيت وتابعونا اشتركوا بالقناة وتابعوه إن شاء الله كل يوم ساعة 8 ننشر لكم فيديو إنجليزي أو المتوسط واللي يحب ويقدر يساعدنا يدزلنا صور الأسئلة ماتة مال امتحانات امتحانات اخوانا جيرانا والدعمنا قريبة أي مرحلة من المراحل بتداء أيام توصية اعدادية أول ثاني ثالث رابع خامس سادس أي شي شهري يومي نص السنة نهاية السنة كورس أول كورس ثاني شي جبيدك دزلنا على صفحتنا الإنجليزية مع والإنجليش وذوال على الفيسبوك وخلينا إعجاب بوكتها وتعليق واشتراك وكذا أول يريد يدزليها برسالة على المسنجر ماتي ياخذ كيو آر ياخذ له صورة يفتح له الكاميرا ويفتح حدة والحيدر واللي اشتركه جدد بالقناة وفعله والجرس اشترك وفعل الجرس خليدخل على القامة التشغيل وإذا قدت أول متوسط رح تدخل على القامة التشغيل اللي تفيدك إليك إنجليزي أول متوسط على ما نتمدخ بالفيديوهات سانا هواية وابل ساتس ابتداء يدخل على انجليزي ساتس ابتداء الجديد أكو بعض هواية أشياء اللي يريد هو يبحث فيهم لزلني أهم قائمتي يعني بقية مهمات بس كل واحد تفيده اللي عجبه هو يجي يشوفه زين بالنسبة للدرس ما اليوم إن شاء الله حلو وسهل ما بي شي وإن شاء الله ما نطوله عليكم لسن 8 بيونت 5 يقول لك التمرين أي أكسرسايز أي يقول لك أجب عن هذه الأسئلة حول نفسك عن نفسك جاوب عن ذني الأسئلة عن نفسك هاي الأسئلة بيازة من بالمضارع التام دايس لك هاليوم من الأيام بحياتك كلها من ولد تلحد هاي الدقيقة لها هاي اللحظة نسوي هاي الأشياء رح ستشوف التجاوب عنه فمن يبدي السؤال بالhave أو has أو فعل مساعد يعني بصورة عاملة لازم تجاوبه بالyes والno نسوي هذا الشي تقول yes ما مجاوبة ما مجاوبة ما مساوي تقول no انتهت لأن رح تجاوب عن نفسك فراح تقول yes I have إذا الشي مساوي وإذا ما ممساوي فمع عن نفسك في الساحة تقول no I haven't هاي أشياء المهمة اتفقنا عليها لأن جملة استفامية فبادي بحرف capital بكلية هنا انتبهتو منتهي بعلامة استفام بكل هنا انتبهتو لأن الفاعل you فدي خاطبك إليك ودي حاجيك فخلى كفعل مساعد بالمضارع التام خلى have لو الفاعل مثلا هي أو شي أو ات شنخلى هاز الفعل تصريف ثالث انتبهتو عليه told التصريف ثالث ما التال يخبر يقول وبين التصريف ثالث ما البي يكون يتواجد يذهب lost التصريف ثالث ما اللوز يفقد يخسر يضيع وwritten التصريف ثالث ما الright اللي هو يكتب زين انتبهتو أيضا أنه كلمة ever كظرف يستخدم ويا المضارع التام وكلمة دل عن المضارع التام ومستخدمية هدا تجي قبل الفعل انتبهتو عليها بكل الأسئلة موجودة تجي ويا الأسئلة ال ever ويا الجملة الاستفامية مع الاستفام بينما النظر ويا الجملة المنفية خاف تجي كي تجي اختيارات زين راح نجي سا هاي كل الأشياء المهمة سورفنا بها هسا راح نجي عليها واحد واحدا حلة هن ذني مهمات لا ما مهمات بس خاف يعني احتمال يجن make a question يجن باختيارات يجن بكذا ككلمات ما تنحل حتى امارات عليك موجود شي جديد نمبر 1 يقولك have you ever told a lie هل أنت يوم الأيام أخبرت أو قلت كذبة a lie tell told a lie قلت كذبة شذبت لك شذبة بيوم الأيام أنتو كلكم ملائكة أدر بيكم أبد ما تشذبوا فإذا أنت ما متشذب بحياتك كلها فرح تقول no I haven't نمبر 2 يقولك have you ever been to لبانون هل أنت في يوم الأيام ذهبت إلى لبنان إذا رايح مثل ما أنا رايح رح تقول yes I have أي نعم رح ت إذا أبعد عمرك كلها ما رايح فرح تقول no I haven't سهلة ما بيها شي أوكي نمبر 3 طبعا وان الحل تكتبه هنا أنا بهذا السطر نمبر 3 have you ever lost your purse هل أنت في يوم الأيام ضياعت فقدت المحفظة ما تكت جزدان وعلى الفلوس المحفظة إذا أم ضياحة فرح تقول yes I have ما مضياحة no I haven't نمبر 4 have you ever written to a friend to a friend in England هل أنت بيوم الأيام كتبت لك رسالة أو رسالة شخص صديق عيش بإنجلند بإنجلترا يعني كتبت الرسالة بالإنجليز ودرزيتر إذا أم سوي هذا الشيف فتكتب yes I have ما مسويها no I haven't أوكي فهس الجواب ما لتكم إذا أم سوي هذا الشيف فتقول yes I have تبدي حرف capital yes تنتيب عن نهايتها فارزة والI capital والنقطة بالأخير والno I haven't الآن capital وعلىها فارزة I capital والhaven't اختصارها ونقطة إذن الأشياء دير بالك عليهم قلنا الشي مسوي تقول yes I have ما مسوي تقول no I haven't خلاص نروح على التمرين البعدة التمرين البعدة التمرين ب شي ريد من عندنا مطينا ذني الأسماء الدول أسماء البلدان الدول يقول لك write the names of these countries in alphabetical order أكتب أسماء هذه الدول في الترتيب الأبجدي الصحيح يعني شنو يقصد يعني رتبهم أبجديا رتبهم حسب الحروف رتبهم من أول حرف الآخر حرف من A الحد الز من Z كم وحدة هن 11 وهن أسماء هن أحطلع لكم الحل حتى نختصر ونسرع الحل القبل بالدليل هذا حل الأنسر number one كندا كندا لازم تخليها أول واحد كندا number one number two China China هاي كندا نعرفها هاي الصين دايبدا حرف C ماكو وحدة بحرف A فأول وحدة بدينا حرف C حرف B هما لقينا حرف C number three France number four Iraq حرف I دايبدا أول حرف Iraq بلد العراق number five Russia اللي هي روسيا و number six Saudi Arabia سعودية العربية سعودية بلد العربي number seven Scotland من مجموعة انجلاند والسوالف number eight Spain Spain يعني سبانيا UAE اللي هي الولايات الامارات العربية المتحدة دولة الامارات UAE United Arabian Emirates و number ten USA اللي هي United States of America الولايات المتحدة الامريكية امريكا هاي يختصرها بس هي عادي number eleven Yemen Yemen اتفاقنا الفاعل والكلمة او تكملة الجملة وبالاخير حرف الجر يريدون هنا اوكي مثلا بهايا بغيرها غير اشياء راح نجي نشوف ري أوردر رتب هو هاي صغط السؤال يوم يطوك الجملة يحط لك بين قوسيا ري أوردر او بس يقول لك أوردر المهم ري أوردر يعني رتب the words الكلمات to make لكي تعمل أو تصنع تجعل correct questions أسئلة صحيحة هاي كلها أسئلة بس ترتبهم بترتيب صحيح حاطلك thinking أول she you what about are المفروض لازم أول شي أداة السؤال اللي هي what لازم هاي أول شي وراها تريد فعل المساعد what are وراها الفاعل what are you what are you what are you أكيد الفعل الرئيسي اللي هو thinking رح ينضيف ing ليش لأنكو what are you thinking أخر شي حرف بماذا تفكر أنت الثانية أداة السؤال where حطها أول كلمة فعل مساعد do ثاني كلمة وجيب lions and elephants أو elephants and lions عادي الترتيب لناسبك أنا الثانية أني عن نفس شي هاي مثلا بعدين هاي أو هاي قبل هاي براحتك lions and elephants أو elephants and lions نفس الشي هذا أنا قدمت أخرت بهن كم الفعل الرئيسي لأن هنذين شان الفاعل إن الفاعل ثلاث كلمات شان بعدين الفعل الرئيسي اللي هو كام بعدين from يعني من أين جاءت الفيلة هاي براحة ماذا تفكر هاي براحة ماذا تفكر يصير ذا هاي مكان هاي ترى يصير بس الافضل ليش لانه على ثاتي مهيه كانت هنا اللايونز حاطها قبل الالفنز فاتهم حاطها اللايونز قبل الالفنز بس دا قوك عادي إذا هاي اللايونز صارت هنا والالفنز صارت هنا والآن دبنصن عادي بس الافضل لان كانت لايونز وحاطها والشي فخيرا where do lions and elephants come from بالأخير عن استفهم بالأخير راح يسأل على الأعداد فيسأل بالهومني اكيد how many طيب وراها اسم جامع هاي restaurants عافية وراها الفعل المساعد اللي هو have وراها اتا الفاعل have you وeaten أكلت فعل رئيسي والin أعيد how many لان هاي ترى هي كلمتين بس هي محسوبة ترى أدات سؤال هي كلمتين بس محسوبة أدات سؤال كلمتين محسوبة أدات سؤال والوراها how many هي خاصة عدها ميزة تخصها ان وراها اسم جامع بي اس لازم الحد الآن بس أدات السؤال والاسم الوراها كله هذي بس محسوبة أدات السؤال يعني how many restaurants كم عدد المطاعم نفس الفكرة ما what to where هاي ها و many restaurants كلها محسوبة كأدات السؤال هناك شنا نقول الفعل مساعد R فعل مساعد Do هنا الفعل مساعد Have هذي شي بالمضارع المستمر هاي بالمضارع البسيط هاي بالمضارع التام 3 as منه مضارع مستمر مضارع بسيط مضارع تام 3 as منه صار بالمضارع مستمر انه aqr او am او is والفعل نحط لا ينجي بالمضارع البسيط Do او does وفعل مجرد او بي اس وبالمضارع التام have او has وفعل تصريف هاي كلها اداة سؤال وهذا الفعل المساعد مثل ما ذني كانت ثاني كلمة فعل مساعد بس المرة هاي صارت رابع كلمة لان هاي كلها ترى اداة سؤال وراها الفاعل هناك شان you هناك شان lions and elephants هنانا الفاعل كلمة هنانا الفاعل ثلاث كلمات هنانا الفاعل you هم كلمة وحدة وراها احنا شئ انتفقنا الفعل واخير شي حرف الجر هذا الفعل هنا thinking هذا الفعل هنا come هذا الفعل هنا eaten فعل مضاف الing لانه اكو بسبب الار فعل مجرد بسبب do فعل تصريف ثالث بسبب الhave هذا الفعل هنانا ترتيبة واحد اثنين ثلاثة رابع كلمة هنانا ترتيبة هو المفروض هم رابع كلمة بس مو من الشوف هاي رح تشوفها واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة السادس كلمة الفعل بس هو بالحقيقة رابع شي لانه هاي ادى السؤال فعل مساعد فاعل وفعل هنانا الفعل الرئيسي ترتيبة واحد ثلاثة اربعة خمسة سادس كلمة بس هو بالحقيقة وبعدها رابع واحدة زيان اخر شي حرف الجر اللي هو ان هناك كان about هناك from هناك ان حلوة وسهلة اول شي ادى السؤال وراها الفعل المساعد والفاعل والفعل الرئيسي وحرف الجر عليها الترتيب اشتغل ما بها كل صعوبة وحلوة وسهلة ومهمة مهم قلت مهم هذا التمرين هماتيا مهم هذا فكرت بكل بساطة وكل سهولة قبل ما نبدأ بي ادور اذا تلقى ذان ام الاذان حط للصفة أو اختار للصفة ام الإيrop اذا تلقى ذا وحر هذه ذان ام الاذان اللي هي بعد الاقواس فرح تخلى للصفة او تختار الصفة ام ال명이 اذا تلقى ذا ام تلث حروف قبل الاقواس فرح تخلي ام ال하시는 او تختار اي استي سهلا اعيدها اخر مرة ذان ام الاذان تلقاه ورا الاقواس ورا الاختيارات فأتا تختار او تضيف في الصفة ER Z او متلاف حروف تلقيها قبل الاقواس قبل الاختيارات فانت راح تختار او ترح تكتب على غيبك الصفة او EST تلاف حروف تريد بما انه هنا هناله هسه الصفات تحطيها كبيرات صفات كبيرة حروفها كثيرة فانت لازم جو تزيزي ما تحط ER ولا تحط ES راح تحط شنو عارفيا بالشاطر تحط مور و موست قبل الصفة اصطيتك ملاحظة علي انت حليت اكيد شاطر راح اجي احلان اياك دي تمرين دي يقولك write the correct form of the adjectives اكتب الصيغة الصحيحة للصفات ذني الصفات قطينا الصيغة الصحيحة الهن ليش دايقول صحيح ليش انها شبيهن خطائم لهن مو خطائم لهن قواعدين خطائم لانه مدام اكو ذان فلازم صفة تصير بيها يار مدام اكو ذان فالصفة لازم صير بيها يار لان هنا انا دايقارن هنه دايقارن يقولك ان اراك في العراق the oil industry الصناعة النفطية هي مهمة than fishing اذا هي مو بس مهمة هي اكثر اهمية من من صيد السمك فهنا انا اش راح يصير الصفة هاي احط لها يار قلنا لا هاي صفات كبيرة حفوها كثيرة حط لها مور قبلها حط مور وانقل الصفة هحصير مور اهمبورتنت ونمبر تو يقولك i think that the beautiful buildings in iraq are the masks يقول انا اعتقد بانه انا اعتقد بانه اجمل البنايات في العراق هي الجوامع اجمل البنايات في العراق اجمل ما بني بالعراق هي الجوامع فدي يريد يفضل بناية من بناية الجوامع دي يفضلها على المستشفيات دي يفضلها على المدارس دي يفضلها على المطارات دي يفضلها على المصائم دي يفضلها على كل شيء فدي يقول اجمل وحدة بيهن كلهن فدي يقول لازم اقول له هاي صفة كبيرة حرفة كثيرة فأقول بيهن كل شيء فهمناها يا ربي هس الاولى قلنا رح تكتب مور امبورتنت والثانية تكتب موست بيهتفول وروحوا حلوا البروجيكت وحضروا نفسكم وهيئوا نفسكم البروجيكت ماتكم هو عن البلدان وعن السوالف يا رب ان شاء الله استفدتم خلاص لهنانا كافي lesson 8 خلاص يا رب ان شاء الله استفدتم شاركوا لكي تعمل فائدة ويستفدت جميع تحياتي لكم مع السلامة موسيقى